أهلا بكم استراتيجية واضحة انتهجتها الدولة لدعم استخدامات الغاز الطبيعي في السوق المحلية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الماضي وصل الغاز الطبيعي إلى نحو مليون ومائتي ألف وحدة سكنية ليبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة أكثر من 12 مليون وحدة سكنية عملت الدولة على تحديث الخطة القومية لتغذية باقي العملاء المتاحين بمختلف محافظات الجمهورية للتوصيل بإضافة قرى مشروع القرن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 52 مركزا و1413 قرية ونحو أربعة ملايين وخمسة وسبعين ألف وحدة سكنية ضمن هذا المشروع كما وصل الغاز الطبيعي لإحدى وستين منشأة صناعية ليبلغ الإجمالي ألفين وستمائة وستة واربعين عميلا صناعيا كما جرى إيصال الغاز لألف وستمائة وستة وستين منشأة تجارية ليبلغ بذلك الإجمالي نحو أربعة وعشرين ألف مستهلك تجاري من بينهم نحو ثلاثة ألاف وخمسمائة مخبز بلدي من المخابز المدرومة فيما يخص التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فقد جرى خلال العام تحويل أكثر من واحد وخمسين ألف سيارة ليبلغ الإجمالي أكثر من ثلاثمائة وسبعين ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي كما جرى خلال العام إنشاءوا سبعة وعشرين مركزا لتحويل السيارات من العمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي سعيا لتحقيق هذه البرامج الطموحة لتواصل العمل على جذب استثمارات عالمية مختلفة إذ جرى طرح تسع مناطق للبحث عن الغاز الطبيعي في المزايدة العالمية التي جرى الإعلان عنها في شهر مارس الماضي كما وقعت تسع اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات تناهز مليار دولار ومنح توقيع بلغت أربعة وعشرين مليون دولار هكذا إذن تنضي الدولة بخطوات مدروسة واثقة نحو خطط مؤكدة للتحول إلى الغاز الطبيعي إما مباشرة عبر إيصال الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنية أو للمنشآت الصناعية أو ضمن خطط إحلال السيارات المتقادمة والعمل بسيارات على الأقل هاجينة تعمل بالغاز الطبيعي ترجمة نانسي قنقر